يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ والتي تصطديفها العاصمة الكينية نيروبي غدا والتي تستمر لمدة يومين هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء والذي وصل إلى نيروبي في وقت سابق أن يلقي ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب تونتي سيفن وتعقد القمة تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية